بحضور فصائلي وممثلين نقابيين وعائلة السواركة أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم الوسطى الذكرى الثالثة لاستشهاد عائلة السواركة الذين ارتقوا عقب قصف الاحتلال لمنزلهم في مدينة دير البلح اليوم الذكرى الثالثة لاستشهاد ابنائنا ابناء عائلة السواركة نطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان وكل من لديه ضمير ابناءنا الذين قتلوا على الركام من طائرات الاحتلال ولديهم حقوق كثيرة لن ينلوها والآن هم مشردين من البيوت لا يوجد لهم بيوت لا يوجد لهم ماوة ونرجو من المجتمع الدولي وحقوق الإنسان أن يقفوا وقفة جادة مع عائلة السواركة ومع الشعب الفلسطيني أجمع المظلوم جايين نقول لها العائلة أنه أنتم جزء من هذا الشعب أنتم نصق هذه الحياة ولكن الأهم من ذلك أن نقول لهذا العدو الصهيوني أن مجازرك التي ارتكبت منذ الثمانية وربعين لن تهيننا ولن تفت في عددنا أبدا وسيبقى شعبنا الفلسطيني وأبناء حركة التعليل فرحة المستفحة مستمرين في النضال حتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمة القدس الشريفة إن شاء الله المشاركون في تأبين شهداء المجزرة طالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي المتكرر ضد الشعب الفلسطيني وتقديمه للمحاكمة على جرائمه ومجازره مع دعم القيادة الفلسطينية أمام خطواتها في المحاكم الدولية نحن كنقابة المحامين الفلسطينيين نطالب بالدرجة الأولى الأمم المتحدة بتفعيل قرارات الحماية الخاصة بشعبنا الفلسطيني وكذلك نطالب القيادة الفلسطينية بالإسراء بتحريك الملفات أمام محكمة الجانات الدولية لضمان تقديم قيادات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية القيادة الفلسطينية برآسة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن أعلنت بأنها تتوجه إلى محكمة الجانات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على مثل هذه الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا فنحن اليوم لنؤكد بأن هذا الحق لن يسقط بالتقادم وبأننا سنظل نحيي هذه الذكرى حتى نذكر العالم بمسؤولياته وأن يقف أمام كل الضغطات التي عليه من أجل أن يحاكم قادة الاحتلال على هذه الجرائم ذكرى أعادت لأذهان الجميع مشاهد دامية لعائلة كانت ترقد بأمان في منزلها قبل أن يغتال أمنها وأمانها احتلال احترف ارتكاب المجازر ضد الأبرياء ثمانية شهداء بينهم خمسة أطفال وسيدتان مسح ملفهم من السجل المدني وما تزال العائلة بانتظار تحقيق العدالة صفاء الهبيل تلفزيون فلسطين غزة